سوف أعطيكم العافية نحن الآن في أستراليا كما أنت في أستراليا جبنا اللون نعين هذا برغرز وهذا ميت عادي سوف أعطيكم كيف نطمخهم ونأكلهم سوف أعطيكم العافية كما وعدناك ونحن في أستراليا نأكل لحمة سوف أعطينا ونحن نعين نوع الأول والنوع الثاني برغرز لا سوف نفتح ونقليه بعد قليل ولكن لكي نحضر لحمة نحن 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 نضع أستراليا نحن نضع كولا نضع 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 جميل نضع 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 في الحلقة الماضية نضع كذلك نضع هذه الخلطة يجب أن يضع نضع كذلك نضع هذا يسخن الله بدنا نجيب البرجرز نحطه شوفكم واحدين ممكن كمساهاين ممكن نقدم الفيديو شوي لانه امالية العادية لبرجر الكنجرز نحط علي باربيكيو شوز في النهاية حوار حركت نتيجو نحن مستركن حكيم نسوي الاستيك ونفصل طريعا ونشوفكم بعد ان يستاه يلا كلمة كانغر ايجت من كلمة معناها I don't know أنا ما بعرف لانه اللي يجوا الالوربيين سألوا عن هذا الحيوان أول مرة بشوفوا سألوا السكان الأسلين فقالوا لهم I don't know فسمعوها كانغرو وطلعت هاي الكلمة عموتمال لما يجوا هم سألوهم هم فيو اسموا هذا الحيوان سألوهم هاي بطنوع لنفهمك فقالوا كانغرو وطلعت هاي الكلمة بس كأك الله فيه و هو ما بيه وهو و ما بيه سألوهم 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 ماذا تأتي بس إنها حقا نزيفها جغل جهزنا نوعين من الكنغر الكنغر تسمى عدد كناغر في أستراليا أستراليا هي قارة الوحيدة فيها حيوان كانغر عدد الكناغر في أستراليا ضعف عدد السكان عشان هيك هم بيحاولوا انه يقولك اشتري وكون لحمل كنغرط ومع ذلك الاستراليين اللي عايشين هون ما بوكلوا كتير لانه طعمه جاف وبيعتبروه مش زي البيف هيكت فيه فات لما شفناه وقاليناه كان كله كله مصص وطبعا ببين هذا حلينا نجرب اول اشي شو اسمه البرجرز تفضلي همي هيا نشوف انا شو اسمه شو اسمه شو اسمه بلغن رائع طعمه ذاكي صراحة ما حطينا عليه اشي غير شوية سوس نجرب الميت الباير الستيك الكل بيحكي ان الستيك تبعوه ناشف شو اسمه نجرب الميت الباير شو اسمه شو اسمه شو اسمه شو اسمه شو اسمه بس شو اسمه لا شو اسمه شو اسمه بلغن احبت هذا اكثر اعطونا ثباب وعملونا سبسكرايب نشوفكو في اللحم الجاية او في حلقة جاية نراكم قريبا شو اسمه شو اسمه شو اسمه شو اسمه